تطلق وزارة التموين اليوم مشروع مركز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية يتضمن المشروع أسواق جملة كبيرة من الجيل الثالث وذلك في إطار توجيهات رئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية وتسعى وزارة التموين لتأمين احتياطي استراتيجي من السلع وتوفير كافة السلع الغذائية وتقليل تداول حلقات السلع والمنتجات من محافظات لأخرى للحد من الهدر وأيضا التقليل من تصاعد تكاليف النقلة بما ينعكس على السعر الأخير للمنتج لصالح المستهلك